السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين اتمنى ان انتو كنا بخير بالنسبة اللي بتفرج علينا الاول مرة ما انساش اشتغف القناة وفعل الجرس عشان يوصل لكم جديد بالنسبة لحلقة النهاردة نتكلم عن القناة جديدة نزلت على القناة بتحتوي على برامج للبلغين او العفاء 18 سنة القناة دي لسه نزلة بتاريخ الحلقة النهاردة اول حاجة عشان نزل القناة بنضغط على زرار المنيو هيوصل لنا هيزهر لنا كلمة التركيب بعد ما زهرنا كلمة التركيب بندخل على قيمة الترددات ونضغط اوكي قولنا اول حاجة بنعملها بنضغط على المنيو وبعدين بننزل على كلمة قيمة الترددات نضغط اوكي نقل في قيمة الترددات الموجودة عندي والاول لازم اكون متأكد طبعا ان انا واقف على كلمة الميلسات او الامر بتاعي اللي هو الميلسات نقل في قيمة الترددات الموجودة لو لقنا التردد حداشر ثلاثة تسعة ثلاثة موجودة عنده في القيمة كل اللي بعمله بقلب بالاسهم طالع نزل على قيمة بالزرار اللي بيقلب لفوق والتحت عشان اوصل للتردد لو لقيته موجود حداشر ثلاثة تسعة ثلاثة كل اللي بعمله بعلم عليه بالاوكي وبعدها كده بضغط على الزرار اللي زرق عشان اضيف معي القنوات طيب لو التردد مش موجود كل اللي بعمله بضغط على الزرار الاحمر من الرموت وباجي عشان اضيف التردد ازهار للقيمة اللي قدامي بضغط حداشر ثلاثة تسعة ثلاثة معدل الترميز طبعا بغيره اتنان سبعة خمسة زيرو زيرو اللي استقطاعه بعمودي طبعا قال للتردد موجود لان فعلا التردد موجود عندي في القيمة بعلم عليه اوكي بعد كده بضغط على الزرار اللي زرق عشان انزل القنوات ولاحظ ان القنوات نزلت معي ما فيش اي مشكلة جاري حفز البيانات بعد ما بيحفز البيانات طبعا اقولنا مرة تانية لو التردد موجود عندي كل اللي بعمله بضغط على الاوكي عشان اعلم على التردد وبعدين اضغط على الزرار اللي زرق وضغط على الاوكي هلاحظ ان التردد نزل معي ما فيش اي مشكلة والاشارة بتاعته عالية والتردد شغال بيعمل بتراخل الحلقة والقنوات بتاعته فتحه بخرج من القيمة دي انا عشان اشوف القنوات وبروح للامرة المصر النايل سات هلاقي القناة موجودة باسم هلا لندن هتمنى اشوفك على خير ما تنسيش تشراك في القناة عشان اوصلاك كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة عشان اوصلاك اشتركوا في القناة عشان